إلى سقطرة حيث توقفت طبيعة إصدار الجوازات في الأرخبيل بعد أكثر من أسبوع من تدشين العمل بها بالمحافظة وضحت مصادر محلية أن أسباب توقف طبيعة إصدار الجوازات في أرخبيل سقطرة لم تعرف بعد مشيرة أن السلطات المحلية لم توضح للمواطنين أسباب توقف إصدار الجوازات وفي وقت سابق تم العمل بطبيعة إصدار الجوازات في سقطرة كأول طبيعة يتم تدشينها في تاريخ المحافظة دشنت في أرخبيل سقطرة فعالية اليوم الوطني لحمية البيئة الموافق للعشرين من فبراير وتخللت الفعالية زيارة لكلية التربية وزراعة عدد من الأشجار ونباتات نادرة في الجزيرة والمهددة بالانقراض بمشاركة عدد من طلاب الكلية ودعت الفعاليات الجهات المختصة إلى عدم تسامح مع الإتجار بالأنواع النادرة للنباتات واستياد الحيوانات المهددة بالانقراض الذي يعد أحد أبرز المخاطر المهددة للتنوع البيئي للأرخبيل وفي وقت سابق رفعت ميليشيا الانتقالي أعلام الإمارات في مركز مراجعة الوثائق ومستندات السفن بميناء سقطرة وأفادت مصادر محلية أن ميليشيا الانتقالي رفعت الأعلام عقب تسلمها حراسة المركز بثوجهات من المحافظ الموالي لأبو ضبي رأفة الثقلي وتشهد جزيرة سقطرة انتشاراً واسعاً لأعلام الإمارات في مقار ومؤسسة الدولة الرسمية وسط تغييب لأعلام اليمن في الأرخبيل الذي تسيطر عليه الإمارات عبر ميليشيا الانتقالي ترجمة نانسي قنقر